التطور التكنولوجي عطت للفرد الواحد أن يكون جهاز إعلامي منتشر وأيضا يقدر يخلق المحتوى ويتكلم عنه وينشره بكل أريحية ومن ثم يثير من وراء التساؤلات والأرى ووائلة لهذا السبب اليوم دخلت التطبيقات هذه وتحديثاتها حتى على المستوى الفردي الشخصي في بيته في علاقاته مع عياله ويصور حياته وأغلب الظن أن هذه الحياة قد تكون زائفة ولكن يتأثر فيها الفرد الطبيعي ويعتقد أن هذه ليش أنا ما أقارن نفسي مع هذا الإنسان فيبتدأ التأثير سواء كان في سلوك هذا الرجل أو في الكلمات اللي يستخدمها وأيضا بنفس اللحظة في المواضيع الذي ينشره لهذا السبب أنا سميها السلطة الرابعة الفردية وهي لما تكون التكنولوجيا كلها تحت عيد هذا الفرد